النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأربعاء العشرين من تشرين الثاني لعام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر ببقايا كتلة هوائية باردة نسبيا كانت قد أثرت على المنطقة مع امتداد مخفض جوي سطحي وذلك خلال الساعات القليلة القادمة تترافق هذه التأثيرات مع أجواء غائمة جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة وتشكل للضباب الصباحي لتدوم هذه الحالة حتى مساء اليوم الأربعاء تصف الأوجواء مع امتداد ضعيف لمنتفع جوي سطحي ثم نتأثر بمخفض ماطر الأحد تليه موجة سقيع على المناطق الداخلية بناء على ذلك نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقسي اليوم الأربعاء ضبابيا خلال الساعات الصباح الأولى مع انقشار الضباب تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة على المناطق الساحلية وباحتمال ضعيف على المناطق الداخلية تسجل درجات الحالة ثمان عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى ثمان درجات مئوية وتكون رياح جنوبية شرقية هادئة عند خمسة كيلومترات في الساعة الخميس تستمر الأجواء الغائمة جزئيا مع فرص لتشكل الضباب الصباحي على نطاقات ضيقة من الأودية والمخفضات تبقى الأجواء مستقرة خلال النهار مع تسع عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى ست درجات مئوية كما تبقى الرياح شرقية هادئة عند خمسة كيلومترات في الساعة الجمعة أجواء خريفية غائمة جزئيا إلى مشمسة على فترات فرص تشكل الضباب الصباحي تبقى متاحة على الأودية والمخفضات تسجل درجات حرارة فعام ملحوظا لتلامس 21 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى سبع درجات مئوية وتبقى الرياح جنوبية شرقية عند خمسة كيلومترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعث ما توقع بإذن الله تعالى يتميز الأسبوع القادم بمنخفض جويا ماطر وسريع نهار الأحد بعد مشيئة الله تعالى تليهي تأثيرات واضحة لكتلة هوائية شديدة البرودة جافة ممتدة من أراضي القوقاز باتجاه مناطق بلاد شام من المتوقع أن تفرض موجة سقيع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام على مناطق الداخلية في بلاد الشام لتتدنى درجات الحرارة حتى ناقص اثنين تحت الصفر هذا كان كل ما يتعلق طورات الحرارة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته